موسيقى تحية لكم من العراقية الرياضية نشرة الأخبار نبدأها بأهم العناوين أربع مواجهات اليوم في انطلاق المرحلة الثانية لدور نجوم العراق اتحاد الكرة يجري قرعة ملاعب دور ربع نهائي من بطولة كأس العراق على حساب الكرخ الدفاع الجوي يتأهل لنصف نهاء كأس العراق لكرة السلة الليلة الريال وأتليتيكو بيلباو مواجهة بين أقوى خطي دفاعا بالدور الإسبانية تحية لكم بعد توقف استمر أكثر من أسبوعين إثر مشاركة أسود الرافدين في التصفيات الآسيوية المزدوجة تعاود عجلة دور نجوم العراق الدوران اليوم بعد كل توقف دولي يزداد ترقب الجماهير لإسناف مسابقة دور نجوم العراق بعدما شاهدناه هذا الموسم من رتم عالم ومباريات جميلة إضافة إلى اشتعال المنافسة بين القوة الجوية والشرطة على لقب الدوري إذ سيكون صاحب الصدارة فريق القوة الجوية على موعد مع مباراة مثيرة عندما يحل ضيفا على فريق دهوك صاحب العروض القوي على ملعبه الذي قد يشكل خطرا حقيقيا على صدارة القوة الجوية بعد أن أصبح الفارق مع الشرطة ثلاث نقاط أما المواجهة الثانية ستجمع فريق الزوراء مع ضيفه النجب في مباراة يصعب التعرف على الفائزة فيها لتقارب مستوى الفريقين إذ سيحاول الأبيض تحقيق الفوز الثاني على التوالي والتفكير بانتزاع المركز الثالث أما بالحديث عن غزلان البادية فحال الفريق تغير مع المدرب عبدالغني شهد وأصبح يقدم مستويات مميزة والفوز الأخير على الكهرباء في المباراة المؤجلة سيعطي دافعا أكبر له للتغلب على الزوراء ثالث المواجهات ستقام على ملعب كربلاء الدولي بين العميد الكربلاء أمام ضيفه نوروز هذه المواجهة ستكون الاختبار الأول للمدرب شاسب سلطان بعد توليه مهمة قيادة الفريق خلفا لحسان فوزي بعد تراجع نتائج الفريق في المقابل سيحاول فريق نوروز تعويض خسارته الأخيرة بتحقيق انتصار ثمين آخر مواجهات السبت سيحتضنها ملعب المدينة الدولي بين أمانة بغداد الذي يعاني في نهاية الترتيب أمام ضيفه نفط ميسان الذي قرر الاستقرار على المدرب محمد علي كريم بعد تجربة سريعة مع المدرب عباس عبيد الذي يقود حاليا أمانة بغداد وربما هذه المواجهة فيها حسابات كثيرة بين الفريقين مصطفى عصام العراقية الرياضية إلى ذلك أكد عضو إدارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد أكد أن مباراة فريقه أمام النجف في افتتاح المرحلة الثانية من دور نجوم العراق تتصف بالقوة والإثارة بسبب تقارب المستوى الفني بين الفريقين وقال رشيد أن المباراة أمام النجف صعبة بسبب تقارب المستوى الفني وعزم الفريقين على إحراز نقاط المباراة مضيفا أن فريق الزوراء جاهز لهذه المواجهة المهمة من جميع النواحي الفنية والبدنية ولم تدخر الإدارة أي جهد لتوفير متطلبات المدرب لإنجاح مهمته وضمان التواجد بين فرق المقدمة أشار مشرف كرة نادي أمانة بغداد أحمد عزة إلى أن مباراة فريقه اليوم أمام نفط ميسان ستكون بوابة العودة إلى سكة النتائج الإيجابية عزة أكد أن الفريق مكتمل الصفوف بعد عودة اللاعبين من منتخباتهم وهم على أتم الاستعداد لخوض المباراة وعازمون على تحقيق نتيجة جيدة والضفر بالنقاط الثلاث والذهاب بعيدا عن مناطق الهبوط جرت اليوم في مقر اتحاد الكرة قرعة تحديد الملاعب التي تستضيف مباراة دور الثمانية من بطولة كأس العراق بمشاركة ممثلي أندية النفط وأربيل ونفط ميسان والشرطة والقوة الجوية والزوراء والميناء ونوروز بعد وصول ثمانية أندية كبار لثمن النهائي في بطولة كأس العراق سحبت قرعة المواجهات لهذه الأندية والملاعب المحتضنة لها والتي أجريت في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بحضور ممثلي تلك الأندية أي خلل يعني أثر على الفريق أي خلل كان جمهور كان إدارة كان لاعبين كان كادر تدريبي فهو ركن أساسي من أركان نادي الزوراء نتمنى إن شاء الله لعائل الأركان نفرحهم خصوصا في بطولة الكيس وإن شاء الله في مرحلة ثانية نقدم مستوى يليق باسم الزوراء ويليق باسم جمهور الزوراء وحتى الإدارة وحتى الكادر التدريبي واللاعبين نتمنى إن شاء الله يعني يكون بداية خير وبداية توفيق جئنا من أجله حصلنا عليه كنا نمنى الناس أن تكون مباراة على ملعبنا حتى يمطينا دافع قوي حتى نكون بأفضلية أفضل مما تكون المباراة بنفط الميسان نادي نفط الميسان فريق جيد يمتلك كادر تدريبي جيد يمتلك لاعبين جيدين وأيضا خلفه جمهور محترم مباراة الكيس أعيدو أكيد من المباراة الأولى لحد المباراة الأخيرة ماكو مباراة سهلة كل مباراة تقبل القسمة على أثنين لكن فريقنا يعد العدل هذه المباراة ومن خلفه جمهورنا جمهور نادل قوي الجوية اللاعب رقم 12 اللي داعم لفريقنا لا يخفى على البعض أنه فريق الميناء فريق شبابي محترم استطاع أن يثبت جدارته بالآونة الأخيرة نحن اللاعب الميناء بعد جولة في الشعب ومن ثم هاي فيما يخص الدورة ومن ثم راح نتقلوها إلى ملعب الميناء يعني خلي نقول القرعة غير عادلة باعتبار أن الشرطة ذهب إلى أقصى الشمال البلاد اللي هي مدينة زاخو ومن ثم راح يذهب إلى أقصى الجنوب اللي هي مدينة الميناء مواجهة سيكون رونق جمالها مغيرا في الندية على صعيد الأندية فهناك منها من يبحث عن ما تبقى لديها من منافسات لمصالحة جماهيرها وهناك من يحلم بتعزيز الخزائن وهناك من يحلم بتقبيلها لأول مرة فالقرعة أسفرت عن مواجهة القوى الجوية أمام نفط ميسان فيما يلاقي الزوراء نوروز بينما يلاعب القيثارة الميناء وأربيل في مواجهة النفط مواجهة اشتعلت من الآن فهناك جماهير متعطشة للألقاب وأندية تطمح لإثقال خزائنها بالإنجازات فمن يترى سيؤمن بطاقة العبور إلى دور الكبار للعراقية الرياضية أحمد عودة حقق فريق غاز الشمال فوزا مهما على ضيفه الصناعة بهدفين دون رد وذلك ضمن جولة جديدة بالدور الممتاز لكرة القدم التقى نادي غاز الشمال والصناعة في مباراة مهمة بنسبة لصاحب الأرض الذي يسعى جاهدا لتعويض الخسارة الماضية والارتقاء بجدول الترتيب أما الضيوف فعازمون على العودة بالنقاط الثلاث وأيضا إشارة واضحة لصعوبة المباراة وخصوصا أن نادي غاز الشمال يعد رقما صعبا بين أرضه وجماهيره وبقيادة كادر تدريبي جديد مباراة منافسين يعني احنا نفرق عن الغاز الشمال بجدول الترتيب بثلاث نقاط مباراة بستة احنا عادين العدة الجماعة جايين من خسارة تعرف ويردون يعاوضون لكنه احنا مو صيد سهل الغاز الشمال رغم احترامنا وتقديرنا لهم احنا جايين وعادين العدة انه ناخذ ثلاث نقاط من أرضهم رغم انه ملعبهم صعب لكن ان شاء الله الله يوفقنا وناخذ اللي جايين من أجل ان شاء الله الفريق بآخر مباراة كانت نتيجة يعني صعبة شوية أول خسارة لهم بالدوري خسارة بربع أهداف وقابل هدف واحد اليوم مباراة ضد فريق وصيف بالمجموعة فريق قوي محترم نفس الوقتاني فريقي يعني الحمد لله انه عدينا العدة جاهز نفسيا جاهز بدنيا جاهز ذهنيا والروح المعنوية تغيرت هدفي وتركيزي حصولي على ثلاث نقاط ملعبي أمام جمهوري حتى ترجعني للمنافسة تخليني ضمن الاربع الكبار الموجودين بالمجموعة وتوفيق بيد الله علينا انه نجتهد علينا انه نعمل علينا ان نقاطل داخل الملعب ويبقى التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى شوط أول كانت فيه الهجمات والاستحواذ متقاربة وبشكل كبير فنرى هجمة لنادي الصناعة تقابلها أخرى لأصحاب الأرض إلا أنها تشترك بصفة واحدة وهي الافتقار لللمسة الأخيرة والترجمة الصحيحة لتشهد الدقيقة الأخيرة تسجيل هدف لنادي غاز الشمال ليلغى بعدها بداع التسلل ولينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي الشوط الثاني والذي لا طال ما من الممكن أن تتغير فيه مجريات اللقاء انطلق ولم تمضي سوى بضع دقائق ليتمكن إيداف من تسجيل أول الأهداف لغاز الشمال وبعدها عاد فرحان شكور ليوقع على ثاني الأهداف ولتستمر المباراة على هذا المنوال حتى صافرت الختام ولتنتهي بهدفين لغاز الشمال مقابلها لا شيء لنادي الصناعة الحمد لله والشكر قدرنا صارت عدنا أخطاء بالشوط الأول فقدرنا الحمد لله بالشوط الثاني انتلافوا هاي الأخطاء ومثل مطار فريق الصناعة فريق قوي يمتلك كادر تدريبي على مستوى عالي لاعبين على مستوى عالي يعني حصدنا نقاط هاي المباراة جدت من جهود اللاعبين والكادر التدريبي والإدارة وإن شاء الله القادم يكون أفضل إن شاء الله ثلاث نقاط مهمة تحصل عليها نادي غاز الشمال بقيادة الكادر التدريبي الجديد على حساب نادي الصناعة ليتفوق عليه بهدفين للا شيء ضمن منافسة الدوري الممتاز العراقي الرياضي حسام كريم كاركوك أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات بحق النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم يونس محمود وعدد من لاعبي منتخبنا الوطنية إثر تصريحاتهم بعد الخروج من كأس آسيا التي نظمتها قطر كأن المخالفات ترصد علينا من كل حد وصوب من الاتحاد الآسيوي الذي لا يتعابل مع روح القانون مع العراق هكذا يرى الشارع الرياضي العراقي الذي بات ممتعظا مما يحدث مع لاعبينا ومدربين وحتى الإداريين فبعد عقوبة جلال حسن وإيمان حسين ومدرب منتخب الشباب عماد محمد الذي عقب من الاتحاد الدولي جاء الدور الآن على المدرب حمزهادي ويونس محمود النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب تصريحات خرجت من هذه الأسماء بعد بطولة آسيا والسبب اعتراضها على الظلم الذي وقع على منتخبنا في البطولة الأخيرة والتي سجلت أيضا خروج المنتخب على يد المنتخب الأردني في سيناريو يعتبره أهل الرافدين بأنه أعد مسبقا مع الحديث عن احتمال توجيه عقوبات جديدة أيضا بسبب عدم تطبيق القانون في المباراة الأخيرة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائية كأس آسيا وكأس العالم أمام الفلبين والتي أقيمت في البصرة مؤخرا نتيجة عدم الالتزام بالحد الأعلى من دخول الجمهور مع عدم توفر شروط السلامة تبقى هذه الأحاديث تتناقل داخل الوسط الإعلامي والرياضي مع سكوت تام من اتحادي كرة القدم الذي لم يرد حتى الآن على هذا الأمر كونه يتعامل مع الأمور الرسمية لكن تسريب الأخبار للمقربين من الإعلام عن هذه العقوبات اعتدنا عليه قبل حدوث الأمر وتأكيده من الاتحاد إذن علينا معالجة الأخطاء وإدخال لاعبين ومدربين وحتى البعض من أعضاء الاتحاد في هرش لشرح القانون الآسيوي الذي قد يغيب عنا لأسباب إدارية أو ربما للنسيان فالتذكير قبل البطولة بهذه القوانين بات أمرا مهم لتجاوز هذه العقوبات عمد ركابي العراقي الرياضية حسم فريق الدفاع الجوي بطاقة العبور إلى نصف نهاء بطولة كأس العراق بكرة السلة بعد فوزها على الكرخ ب74 نقطة مقابل 61 نقطة ترتيب الفريقين في مسابقة الدوري يوحي للجميع أن المباراة ستكون قمة كبيرة على قاعة الشعب الدفاع الجوي واجه الكرخ في الدور ربعا النهائي من بطولة كأس العراق بكرة السلة مرحلة الطموح بدأت عندما رمى حكم المباراة الكرة إلى الأعلى وكما كان متوقعا ندية حاضرة بين طرفين اللقاء سلة تسجل وأخرى تعادل الكفة دقائق الربع الأول بدأت تنقضي والمتبقي ثوان أخيرة الكرخ تقدم بفارق سلة واحدة لكن النهاية كانت من نصيب الدفاع الذي حسم الربع الأول لصالحه بفارق نقطة واحدة في الربع الثاني تغير الأداء والنتيجة وبدأ الدفاع الجوي يفرض سيطرته على اللقاء بعد تمكنه من توسيع الفارق إلى 11 نقطة ينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الدفاع الجوي الفترتان الثالثة والرابعة شهدت محاولات عديدة للكرخيين على أمل العودة بنتيجة المباراة لكن الدفاع كان أكثر خبرة بعدما أنهى الربع الثالث ب53 نقطة مقابل 42 ومن ثم الربع الرابع والمباراة ب74 نقطة مقابل 61 رغم فوزنا بس كان بإمكاننا أن نزيد الفارق كان بإمكاننا أن ندافع بصورة أفضل كان بإمكاننا أن الكرات السهلة بالترانزيشن أوفيس أن نخليها حاولنا قدر المستطاع أن نغير بعض أساليب الدفاع ونجحنا بها وقفنا أهم لاعب بفريق الكرخ لاعب هداث أحمد فرحان لاعب خبرية حاولنا قدرنا كل ما نقدر نوقف كل ما نعلم بالسكور كل ما يصير أكو تراخب الدفاع كل ما يرجع كامباق ناد الكرخ أقول مبروك لفريقنا وبعد عدنا مباراة مع دجلة بالكاس في هاي نصف نهائي تأهن أن نكون طرف بالنهائي دور الكاس مختلف أول مرة نلعب بدون المحترفين يعني ظروف اللعب يعني الانسجام قدرنا اليوم نتحسن قدرنا اليوم دفاعين نكون أفضل قدرنا نحافظ على سلتنا اليوم أكثر طبعا أول فترة الأولى ماشنا جيدين بس بعدين قدرنا توفقنا وقدرنا نأخذ مباراة من البداية يعني من فترة الثانية مبروك للدفاع الجوهارد لكل فريقنا أحنا يعني ما قدمنا بالمستوى المطلوب اليوم كانت عندنا خطاء بالديفنس وبالأوفنس فلهذا نستحق الخسارة بصراحة كان عندنا تيرنوبر عالي بصراحة يعني أنه بعد مختلف المباراة أعرف بطولة الكيس أنه بدون محترفين فصار أنه أكو اختلاف عند بعض اللاعبين أو عند الفريق بصورة عامة وبهذا الفوز سيواجه الدفاع الجوي فريق دجلة جامعة بالدور نصف النهائي مصطفى عصام العراقية الرياضية تنطلق ثلاثاء المقبل منافسات الدور الثاني من المرحلة الثانية لدور النخبة بكرة اليد إذ يستقبل الشرطة فريق ذيقار في قاعة الجيش والطلب يستقبل الكوت في قاعة النشاط الرياضي وستستضيف قاعة الجيش مواجهة أصحاب الأرض أمام نفط ميسان أما فريق الحجد فسيستضيف نفط البصرة في قاعة نادي الكرخ وتختتم مباريات الثلاثاء بمواجهة الكرخ أمام كربلا في قاعة نادي الكرخ هذا وكانت لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة قد أجرت تعديلا على مباريات الدور الثاني من المرحلة الثانية بسبب زيارة الأمين العام للاتحاد العربي لكرة اليد فاخر غاشي يواصل منتخبنا الوطني بالكانوية معسكره التدريبي في مدينة أنطاليا التركية تحضيرا لبطولة آسيا باليابان وأكد رئيس اتحاد الكانوية ماجد صالح أن لعب المنتخب الوطني أحمد سمير وعلي كاظم وسليمان أحمد يواصلون برنامجهم التدريبي تحت إشراف المدرب الإيراني إيراج إقليمي في معسكره من مقام في مدينة أنطاليا التركية والذي يستمر مدة شهر واحد على أن يختتم يوم الثالث عشر من نيسان المقبل وسيشارك العراق في بطولة آسيا التي ستقام في العاصمة اليابانية توكيو خلال المدة من الخامس عشر وحتى الثامن عشر من نيسان المقبل وهي بطولة تأهيلية لأولمبيات باريس هذا العام بمشاركة العديد من المدارس الكروية بالمحافظة اختتمت مديرية شباب ورياضة بابل البطولة الرمضانية للمدارس الكروية بكرة القدم للصالات بإشراف مديرية شباب ورياضة بابل وبمشاركة عدة مدارس كروية مثلت المحافظة اختتمت بطولة المدارس الكروية للناشئين والبراعمة وعلى شكل مجموعات ليتأهل إلى النهائي مدرسة سيد نبيل ومدرسة منتدى شباب القاسمة الشوط الأول تسيدت فيه مدرسة نبيل المباراة لتسجل ثلاثة أهداف مقابل هدف لمنتدى شباب القاسمة هذه البطولة جاءت من أجل رفض المنتخبات البطنية والأندية بالمواهب الشبابية وأيضا ممارسة هويات الشباب في هذا الشهر الفضيل حقيقة هذه البطولة اكتشفنا بها مواهب ممتازة ومواهب جيدة والمباريات نالت استحفان الجمهور خصوصا في ليالي شهر رمضان المبارك الحقيقة تشاهدتوا التنظيم كان على مستوى عالي المباراة كانت مثيرة وقوية في شوطها الثاني حتى استطعت مدرسة سيد نبيل من تسجيل هدف الرابع لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف لمنتدى القاسم ويحسم لقب البطولة شكر وتقدير مديرية الشباب ورياضة بابل لدعاء الفرصة لمشاركة لمدارس الكروية بهذه البطولة مشاركة بعض الفرق لمدارس الكرويفوس مدرسة سيد نبيل المركز الأول شكر وتقدير لكل الحضور ألف الحمد لله وشكر حصلنا على المركز الأول بفضل المدربين واللاعبين نشكر الكادر التدريبي وفرقة التي شاركت في هذه البطولة طبعا شكر إلى منتدى شباب القاسم اللي استفاقتهم هذه البطولة الكبيرة والمحفل الكبير والشكر موصول إلى جميع المدربين الحمد لله لهم حصدنا على المركز الأول في هذه البطولة طبعا المحفل الكبير هذا التنظيم راح حصدنا على المركز الأول الحمد لله إن شاء الله القادم أفضل مدرسة سيد نبيل أولا ومدرسة منتدى شباب القاسم ثانيا في بطولة المدارس الكروية التي لطالما كانت رافدا من روافد اللاعبين للأندية والمنتخبات من باب الله إيمان محمد العراقية الرياضية تمكن فريق شباب الشرطة من تحقيق إنجاز كبير بفوزه بالمركز الأول في بطولة الباغوت للشباب التي أقيمت بمشاركة 21 ناديا في قاعة نادي الأعظمية وقدم الفريق الأخضر أداء مميزا خلال المنافسات إذ تفوق على منافسيه بمهاراته وتركيزه العالي في الأداء والتكتيك الفني والتركيز المثالي ويعد هذا الإنجاز إضافة قوية لسجلات فريق الشرطة الرياضية ويؤكد على قوته وتمييزه في جميع المجالات الرياضية النشرة مستمرة وتتابعون فيها الريال واتليتيكو بيلباو مواجهة بين أقوى خطي دفاع في الدور الإسباني الليلة تحية لكم من جديد عزز الهلال صدارته للدور السعودي بفوزه على مضيفه الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة تقدم الشباب بهدف أحرزه اللاعب مصعب لجوير وعادل للفريق الزائر ميتروفيتش من ركلة الجزاء وعاد اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الثالي ولم يتوقف الهلال عند ذلك بل سجل سافيتش ثالث الأهداف فيما جاء الهدف الرابع بواسطة سالم الدوسري وبعدها قلص الفارق للشباب اللاعب حسين الصبياني في حين جاء الهدف الثالث عن طريق زميله سايسا تعادل فريق العين والشارقة بهدف لكل منهما في ختام الجولة السابعة عشرة من الدور الإماراتية انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني افتتح لابا كودوجا في الدقيقة الثالثة والخمسين التسجيل لفريق العين ولم يتأخر رد الشارقة اذ سجل فراس بالعربي هدف التعادل في الدقيقة السادسة والخمسين وبقي العين في المركز الثاني برصيد خمس وثلاثين نقطة فيما يحتل الشارقة المركز الخامس برصيد ثمان وعشرين نقطة استطاع برينتفورد النجات من الخسارة في معقله بتعادل ندرامي بهدف لمثلها ماما منشستر يونايتد في الجولة الثلاثين من الدور الإنجليزي الممتاز المان يونايتد تقدم بهدف في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي للمباراة عن طريق اللاعب مونت قبل أن يعادل برينتفورد النتيجة عبر كريستور في الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي للمباراة وبهذا التعادل رفع المان يونايتد رصيده إلى ثمانين واربعين نقطة في المركز السادس فيما ظل برينتفورد في المرتبة الخامسة عشرة برصيد سبع وعشرين نقطة يستضيف ريال مدريد اليوم ضيفه أتليتيك بيلباو في ملعب سانتياغو برنابيو ضمن بنافسات الجولة الثلاثين من الليغة الإسبانية ويطمح الفريق الملكي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على القمة إذ يتربع في صدارة ترتيب الليغة برصيد نتين وسبعين نقطة وفي المقابل يدخل أتليتيك بيلباو اللقاء بحثا عن تحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من صراع المقدمة والتواجد في مركز يضمن له المشاركة في بطولة أوروبية إذ يحتل المركز الرابع بـ 56 نقطة قاد البرازيلي رافينيا فريقه برشلونة لانتصار على ضيفه لاس بالماس بهدف نظيف في ملعب مونت جويك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الليغة الإسبانية وسجل رافينيا هدف المباراة الوحيد في دقيقة التاسعة والخمسين وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغة فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر قبل الختام تذكير بأهم العناوين أربع مواجهات اليوم في انطلاق المرحلة الثانية لدور نجوم العراق اتحاد الكرة يجري قرعة ملاعب الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق على حساب الكرخ الدفاع الجوي تأهلوا لنصف نهاء كأس العراق لكرة السلة الليلة الريال وأتليتيكو بيلباو مواجهة بين أقوى خطي دفاع بالدور الإسبانية مشاهدين الكرام انتهت النشرة من مزيد من الأخبار وابداء الأرأة والملاحظات على نشراتنا يمكنكم متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وانستجرام شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء